الرئيس السيسي يصل وكود ديفوار ثالثة محطات جولته الخارجية الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار لتجنب معركة دموية في العاصمة الليبية رئيسة الوزراء البريطانية توافق على مقترح أوروبي بتأجيل الخروج من الاتحاد حتى نهاية أكتوبر المقبل موجز وأنباء السابعة يأتيكم من أكسترانيوز أسعد الله صباحكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي كود ديفوار قادما من الولايات المتحدة في ثالث محطات جولته الخارجية وكان في استقبال الرئيس فور وصوله إلى أبي جان نظيره الإفواري حسن وتارا وعدد من كبار المسؤولين في البلاد وقد أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن جولة الرئيس السيسي إلى غرب إفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الإفريقية ومواصلة تعزيز علاقاتها في مختلف المجالات دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتجنب معركة شاملة للسيطرة على العاصمة ترابلس وأشار الأمين العام إلى أن ليبيا تواجه وضعا في منتهى الخطورة مناشدا كافة الأطراف وقف المعارك لإتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات السياسية أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا وفاة 235 طفلا على مدار الأيام الماضية بمخيم الهول بمدينة الحسكة شرقي سوريا بسبب الوضع الكارثي بالمخيم وأضاف رئيس المركز فيكتور كوبششين أن المخيم يعاني نقصا في الأدوية والغذاء إضافة إلى ظروف معيشية لا إنسانية داعيا المنظمات الدولية لاتخاذ خطوات لمساعدة وتخفيف معاناة اللاجئين في المخيم أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مرسوما يحدد الرابع من يوليو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد من جانبه أكد رئيس وأركان الجيش أحمد جايد صالح أن الجيش سيدعم الفترة الانتقالية أشدد صالح خلال لقاء له مع ضباط من الجيش في وهران أنه مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات فقد تم تسجيل ظهور محاولات لأطراف أجنبية لضرب استقرار البلاد وبث الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب الجزائري التحلي بالوعي والفتنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان قابلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي عرضا أوروبيا بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أكتوبر لتجنب الخروج من دون اتفاق في الموعد الذي كان مقررا غدا الجمعة وغرد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عبر حسابه على تويتر بالقول إنماي وقادة الاتحاد اتفقوا على تمديد مهلة الخروج حتى ذلك الموعد فيما تحتاج رئيسة الوزراء البريطانية إلى وقت إضافي لإقناع مجلس العموم بالموافقة على اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وسبق أن رفض مجلس العموم في بريطانيا ثلاث مرات خطة الخروج التي قدمتها تريزا مي انتهى الموجز وأنتم دوما مدعوون لمتابعة المزيد عبر اكسترانيوز دوت تيفي في أمان الله